طيب يقولون صحة هذا الخبر أنه أكو مترفين تجار أصحاب أملاك يوازون الفقير على المئة وخمسة أملاك للأسف أكو أعداد كبيرة نحن تصن معلومات بشكل مستمر عن هؤلاء في كل محافظات العراق هناك ما لديه أملاك وسيارات وبيوت ومعامل بعضهم ومحلات لكنه يواز الفقير على المئة وخمسة أملاك دينار تحت حجة جواهية طبعا واحد يقول هذا بانزينات للسيارة والآخر يقولها يحصل من النفط والآخر يقولها يحصل من الحكومة لأنه ما متعين وما إلى ذلك هو السؤال الأهم شلون قدروا يحصلون على هذا الراتب ها شون قدروا أولا هم يقدمون من خلال أما من خلال السيدات والسادة النواب أو من خلال أقسام الحماية المنتشرة في محافظات العراق يعني نائب يساهم بهذا العمل؟ ممكن التقديم يكون عن طريق النواب النائب تدريه النواب يجبون قوائم حيانا تصل إلى الآلاف فوقه ما يعرف كل هؤلاء وإنما مكاتبه والتعب المتعلقة بيجيب له هاي الأسماء بالتأكيد هاي من جهة من الجهة أخرى هو يقدم عن طريق الأقسام المنتشرة في المحافظات أو يقدم عن طريق الفتحنا النافذة الإلكترونية يقدم عن طريق النافذة الإلكترونية هنا يجي دور الباحث يجي دور الباحث الباحث وين؟ الباحث أكونوعين أكونوع من الباحثين ما يبدو الجهد للتحقق والتأكد هذا يساعد المتجاوزين على تحقيق التجاوز وكنوع آخر لا هو خديعة وغش مع سبق الإصلاة والترصد هذا المتجاوز شي سوي يطلع الباحث على بيته ومو بيته ووديه على أسره ومو أسرته يتفق مع واحد من الفقراء يطيفه 200,000 دينار يعني الباحث بري الباحث أنه ما متواطئ أقول بعض الباحثين متواطئين وأكثر الباحثين غير متواطئين لكن بعضهم نعم هناك تواطئ شكرا